السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الجمعة 19 تموز يوليو وبما أنه توقعاتنا على يوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج القوس لغاية الساعة 8.13 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبدو ينتقل بعديها لبرج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي من ساعات الصباح وحتى الساعة 11.42 دقيقة من ظهر يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 8.13 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل بعديها لمنزلة ساعة ذابح وهي منزل إلى العلاج والفراق والخلاص أو الحرية بما أن القمر لغاية ساعة الصباح موجود في برج القوس معناته من الآن وحتى ساعة الصباح منشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ونلتقي بأناس أكثر سعادة ومنتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية الموجودة عنا وبيتحول تفكيرنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل أيضا للسفر والإجازة أو أخذ إجازة أو ممارسة رياضة أو الخروج في نزهة ويمكن اقتراض المال أو تعلم لغة جديدة أو ممارسة هواية أو تجربة حضنة أو التخطيط لرحلة أو الاتصال بشخص خارج البلاد وتعتبر هذه الفترة ممتازة للأعمال التجارية أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج تجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم مهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي إلى القمر اللي رح يبدأ الساعة سبعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية وثلاثة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر خلص بنتقل وبيستقر في برج الجدي عشان هيك من ساعات الصباح وما بعد طيلة النهار منصبح أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما رح تكون سهلة بالنسبة لأي لنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدأ عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها طبعاً من الآن وحتى ساعات الصباح عندنا الأعضاء الأكثر حساسية الكبد، العجز، عظم الفخد، عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك، مفصل الورك، الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما من ساعات الصباح وطيلة النهار بصير عندنا الأعضاء الأكثر حساسية الركبتين والمفاصل، العمود الفقري، عضلات العمود الفقري والرضفة، والعظام، والأسنان، والأوتار، والأربطة، والجلد، والشعر، والطحال، وجهاز التوازن هاي الأعضاء الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً بالنسبة للعمليات الجراحية أي عملية جراحية بيكون آثارها الجانبية نزيف حاولوا انك تبعدوا عنها بالفترة هاي لأنها مراحل اكتمال القمر طبعاً هذا اليوم يصلح للحجامة للأشخاص اللي بيرغبوا يعملوا حجامة فهاي من أفضل الأيام للحجامة أيضاً هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الأمور اللي تتعلق بالحقن الخفيف أو معالجة البشرة ولكن الأمور الجراحية ما بنصح فيها أيضاً لا يصلح هذا اليوم لإزالة الشعر الزائد لا بالطرق التقليدية ولا بالليزر لأن الجلد عنه والشعر هم أكثر حساسية فإذاً يصلح هذا اليوم لقص الشعر التجميلي ولكنه لا يصلح للصبغ يصلح للحنة ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجدي خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد ببدأ الساعة 11 و 26 دقيقة ظهراً وبينتهي الساعة 11 و 42 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 14 يوم الساعة 23 و 24 دقيقة بعد الظهر بصير نبدأ باليوم الخمسة عشر نسبة الإضاءة 97% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيد بنسبة 100% الآن ساعة الصباح سعيد بنسبة 70% القمر في القوس لغاية ساعة الصباح بعدها بنتقل الجدي ورح يضل بالجدي إلى يوم 21 سبعة منتح سلام بنسبة 10% ساعة الفجر سعيد بنسبة 15% ساعة الظهر منتحس بنسبة 10% أما في ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الأسد حتى يوم 25 سبعة منتحس بنسبة 40% الزهرة في الأسد حتى يوم 5 ثمانية سعيد بنسبة 30% المريخ في الثور حتى يوم 20 سبعة وطبعا بدأت التأثيرات السلبية للانتقال ويوم غد انتقاله منتحس بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا من الان وحتى ساعة الصباح بتنشطوه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم وبعضكم ممكن يذهب في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها أما من ساعة الصباح وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنه ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات وممكن تواجه أمر صعب ومعقد التزم بالمسئوليات فترة واعدة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك خففوا من النفقات المتصاعدة من الآن وحتى ساعة الصباح أما من ساعة الصباح وما بعد وأنا بتنشطوه في مجال السفر أو الاتصالات وبكون لكم لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب سفر تسويق نشر دراسات عليا وبتفرحوا للانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء أنك تتحرك على مختلف الأصعيدة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعة الصباح فترة مناسبة للتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكنها ما زالت فترة سلبية ضاغطة لأن القمر موجود مقابلك وما بينفعك سواء الصبر والمرونة أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخل تعديل على نمط حياتك لا تتماشى مع التقدم وتطور في محيطك بيطمئن بالك وبتفرح لا تطور فترة جيدة لتصحيخ خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج الصرطان بالنسبة لموليد برج الصرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم من الآن وحتى ساعات الصباح لأن القمر باتجاه مقابلتك دون المبالغة في ذلك انتبه لغذاءك وراحتك كن منظم أحسن إدارة عملك وحاذر من الجدال مع زملائك بالعمل وما تهمل صحتك هما من ساعات الصباح بينصب اهتمامك حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوكم وما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا ملاحظة لأنه خصمك بيكون قوي في هاي الفترة وطاقتك ضعيفة تحمل هاي الأيام ارتباط مهم فحافظ على هدوء عصابك وما تكون عدائي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم تنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا من الآن وحتى ساعات الصباح وهي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أما من ساعات الصباح وما بعد وطيلة النهار بيتراكم العمل لديكم أهمش أنه ماتهم لصحتكم وحاضروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارية وممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشاكل شخصية أهمش أنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة وكون مرن أما من ساعات الصباح وما بعد بتشتد رابطكم في التقرب والتفاهم مع أحباءكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وبتقوم بخطوة مباركة أو ممكن تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتنشطه في مجال السفر والاتصالات خلال هذا اليوم أو منها الآن وحتى ساعات الصباح وهها تعتبر فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديها أما من ساعات الصباح فأنا بتفضل الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية الضاغط على أنها فترة بتطير اضطرابك وامتعاضك وما تخالف القوانين واحترم المواعيد والالتزامات المهنية برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات متنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف أموالك ولكن داك تكون عاقل أيضا في صرف الأموال أما من ساعات الصباح وما بعد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولا اسمع صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أهمش أنك تتحرك بنشاط عالي عشان تحصل على النتائج ورح تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط اليوم لغاية ساعات الصباح وبرضو بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعا من مكانتكم الاجتماعية أيضا فيه انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية في حل الأمور أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش أنه ما تغمروا بأموالكم صحيح أن الفترة هي فيها بعض المكاسب المالية إلا أنها فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم من الآن وحتى ساعة الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب وحاولوا عدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم تهدى وطيرتك لحد الركود وممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي حاول أنك تعمل بشكل روتيني أما من ساعات الصباح وما بعد تستعيدوا نشاطكم وحيويتكم تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة وبتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق وأيضا اليوم بيصلك خبر سار برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ما وبإمكانك تعزيز شعبيتك أو حصد بعض الأرباح وبتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك أما من ساعات الصباح وما بعد بتدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر بوصل لبيت المتاعب فبتك تتجنب اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة من الحضوذ وحاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن وحتى ساعات الصباح بضلها فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء نتهد من روعك وما تنفعل وتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك أما من ساعات الصباح وما بعد تلتقوا الأصدقاء وممكن يتوجه الكدعو إلى حضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض المعارف حول تصحيح العلاقات المتردّة وما تبقوا وحدين فترى ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا ابتكثر برضو الاتصالات والمواعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر